بسؤال الأخت أم أحمد من سلطنة عمان تقول طبعا كيف أستغفر لأمي وأبي بالصيغة التي يرضى عني والدي بعد وفاتهما أخت أم أحمد من سلطنة عمان أولا أشكرك على المقدمة اللي ذكرتيها في الثناء على البرنامج وكذلك الإفادة اللي حصلت وشيء من هذا القبيل أسأل الله تعالى أن نستعملنا جميعا في طاعته أخت الفاضلة بالنسبة للاستغفار للوالدين الأمر سهل جدا يعني ليس هناك صعوبة في قضية الاستغفار للوالدين فتقول اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمي اللهم اغفر لي والدي هذا هو الاستغفار يعني ليس هناك صيغة محددة معينة مخصصة في قضية الاستغفار إلا ما ورد هذه الصيغة صيغة الاستغفار اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمي اللهم ارحم والدي مثلا ارحم أبي ارحم أمي ونحو هذه الأشياء قضية يرضون عنك أو كذا يعني لا تشغلين بالك في مثل هذا الأمر هذا حق لهما عليك بعد وفاتهما تستغفرين لهما تكثرين لهما من الدعاء تسألين الله لهم الرحمة تتصدقين عنهما إن كان عندك خير يعني مال مثلا تصلين الرحم التي ما توصل إلا بهما تكرمين صديقة الوالدة تكرمين صديقة الوالد تبعثين زوجك والأولادك تكرمون صديق الوالد إذا كان وصية تركوها أيضا تنفذونها بارك الله فيك